مرحبا مواليد وطوالع برج الجوزاء كيف رح بيكون هيدا الشهر سبتمبر عليكم؟ أكيد هيدا الشهر شهر في تغييرات عديدة بالبداية بحب إليك أنه هذا الشهر المناسب لشراء عقار لنقلة بيت لتغيير مظهر البيت إصلاحات وكمان بقول أنه يمكن في عندك عودة غائب يمكن أن ترجع لوطنك والاتصالات العائلية بتقوى أكتر كمان من ناحية تانية بحب ذكرك أنه عطارد اللي هو كوكبك رح ينتقل كمان لبرشل العزراء بتسعة الشهر فرح تكون هيك عندك الإلمام للمصالحات للم الشمل بيخليك تكون كيادة بيخليك تكون تقنع أهل بيتك بأي فكرة يعني إذا في خلاف على نقطة معينة على مشكلة معين هلأ هيد الفترة فترة البنائة لا يكون في مواجهات والأمور بتكون لصالحكم ومن ناحية تانية الزهرة الموجودة ببرج الميزين رح تعطيك السعادة والفرص المالية والفرص العاطفية حلو هذه الفترة حتى للحمل للنساء فترة لبداية علاقات عاطفية للخطوبة للبروبوزل يعني هول الأمور كلها عبتكون رائعة من ناحية تانية بحب ذكرك أنه المريخ اللي كان عندك رح ينتقل لبرج الميزين رح يريحك عفوا رح ينتقل لبرج السرطان رح يريحك وبأربع الشهر هيدا الشي أنا بتمنى عليك ما تتهور بالأموال وما تصرف هيكي عن أبو جرى مثل ما منقول لازم تكون عندك تدرس كل الأمور إن كان من عقود إن كان من شراء إن كان من بيع ما تتهوروا بأي شي لازم تكون حريص بكل تصرفيتك ومن ناحية تانية ولادة الأمر ببرج العزراء يمكن يكون في عندكم مسالحة البعض يمكن عندكم ضيفة جديدة على البيت حدا بده يدخل على البيت جديد مثل خطو بيت للبيت حدا من أهل البيت زواج مولود جديد هول الأمور كلها بتطالكم أما بالنسبة لكسوف الأمر اللي بده يصير ببرج الحوت بـ 18 شهر رح يتضوى على أمور تتعلق بالعمل ترقيات للبعض اللي ما أخذ حقه بترقيه علاقتك مع زملائق علاقتك مع رؤسيق بالعمل يعني بصير فيه هالأمور بترجع بيتضوى عليها وبصير فيه منقشات بهالأمور هايدي ومن ناحية تاني حين دخول الشمس لبرج الميزين بـ 23 شهر هون الأمور كلها تنقل برأسا على عقب إلى الأفضل لإلك فبتنتعش حياتك كلها بصير على بيلك التسليل فراح السهر اللهو وبتهتم بكافة التفاصيل وبتكسبك أموال والعاطفة بتقوى أكتر عندك بتصير فيه عندك رماسية وحب المغامرات وكمان بيقلك بصير فيه اهتمام بالنفس وهيدا الفترة بتكون بنائها للاهتمام بالشكل والتجميل وهيدا هو شهرك يا عزيزي